برحب بكم في فيديو جديد من كورس تعلم الافتر افكتس للمبتدئين والنهاردة تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل نيو كوموزيشن ونتعامل جوا البرنامج خلونا قبل ما نبدأ اكلمكم عن سبونسر الفيديو وهو موقع موشن أليمنت موشن أليمنت هو موقع خدمي بيساعدك وبيوفلك التولز اللي انت بتحتاجها وانت شغال اللي بتختصر عليك وقت كتير جدا في الشغل بتقدر تحمل من خلاله تيمبلت او اوالب لأفتر افكتس ادوبي برمير فاينال كت ابل موشن دفينش ريزولف كمان بتقدر انك تحمل ستوك فيديو ومزيكة والساوند افكت وكمان اميج كل اللي ده بتقدر انك تحمل ملايين العناصر الموجودة على الموقع باشتراك سنوي 198 دولار يعني تقريبا في الشهر 16.5 دولار واكيد طبعا هتاخد ترخيص استخدام اي عنصر انت بتحمله بحيث لو انت اعترفه على يوتيوب ما تقلقش من مشاكل حقوق ملكية كل الروابط هستفى لكم تحت في الديسكريبشن ويلا بينا بقى نرجع نكمل الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكون معاكم مصطفى مجرم في الدرس اللي فات وصلنا لازاي بقى ان احفظ الورك سبيس بتاعتي او مساحة العمل بتاعتي تعالوا نرجحها لدفولت ونروح لورك سبيس وبعمله ريسيت ديفولت طيب ازاي بقى باشتغل جوه الافتر افكتز ازاي بعمل بقى نيو كومبوزيشن او علشان اشتغل جوه الافتر افكتز بعمل حاجة اسمها نيو كومبوزيشن او مشروع جديد بروح هنا على نيو كومبوزيشن وببدأ ان انا اضغط عليها اول حاجة بيقولك اسم المشروع اللي انت هتعمله ايه اللي هو الكمبوزيشن مثلا مصطفى بعد كده بيقولك هنا دي البريسيت الجهسة اللي انت ممكن تختار الحجم اللي انت عايزه لو انت مش عايز البريسيت دي بتقدر انك تضغط هنا وتكتب المقاس اللي انت عايزه الطول والعرض بس الفكرة انك لازم تبقى عارف مقاسات الفيديو ايه المشهورة انا سبق شرحته قبل كده في فيديو حبقى خليه لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو هنا المقاس الموجود عندي اللي هو 1920x1080 اللي هو مقاس الفول اتش دي وهنا بلاقي عندي مقاس ال الهو اتش دي اللي هو الفور كي بلاقي جنبهم هنا في حاجة اسمها 29.9 في هنا 25 وفي هنا 23.976 ايه الارقام دي دي حاجة اسمها الفريم ريت الفريم ريت اللي هي معدل الاطارات في الثانية الوحدة يعني كل ثانية هيبقى فيها 29 او 30 صورة علشان يتقرر ورا بعض فتقدر انك تشوف الفيديو ده فانت تشوف الفيديو اللي انت هتشغل عليه ايه هو اللي هيفرض عليه الفريم ريت اللي انت هتشتغل بيه يعني مثلا لو انت بتشتغل انفو جرافيكس مش هتخلي الفريم ريت عالي علشان انت مفروض انت بتحرك هنا بالفريمات بعكس البريمير لو انت بتحرك بتحرك بالثواني او على بخليه 25 فريم بي الشكل وهنا بيقولك الديوريشن او المود ده اللي هيخليها لك على الطايم لاي يعني مودة الفيديو اللي البرنامج هيعملها لك 30 ثانية لو انت حابب انك تزود ده بتقدر انك تزوده وهنا الباكجراوند كالر هيخليلك الباكجراوند لونها اسويت او بقدر ان انا اضغط كده واختار اي درجة لون انت عايزها كده كده الباكجراوند دي شفافة فبقوله اوكي كده انا عملت حاجة اسمها new composition او حطيت اعدادات المشروع اللي انا هشتغل عليه بابدع بقى ان انا اشتغل جوا البرنامج بروحين على البانال اللي اسمها project ودي المنطقة اللي انا بقدر ان انا اعمل فيها import لكل ال data اللي انا هستخدمها سواء كانت فيديو او صور او صور بمجرد ما بتعمل double click هنا وبتقدر انك تحدد اماكن الفيديوهات بتاعتك تقدر انك بتعمل select على كل الفيديوهات وتقول له import فبتختار زي ما انت عايي وليكن مسلا هعمل import للفيديو ده اول ما بعمل import في الفيديو لما بضغط عليه واحدده على طول بتظهر لي هنا البرامتر بتاعته او بيقول لي ان الفيديو ده الف تسوماع وعشرين في الف وتمانين ويمتصور على ستين فريم وكل البيانات بتاعت الفيديو لو اخترت composition هيقول لي هنا composition بتاعك الف تسوماع وعشرين في الف وتمانين خمسة وعشرين فريم فاي حاجه موجوده هنا بمجرد ما بتوقف عليها وتحددها بتبده ان هي تظهر لك الاعدادات بتاعتها او الخصائص بتاعتها دلوقتي انا عملت import عندي ليه الفيديو ما زهرش ليه على الشاشة ما فيش حاجه هتظهر الا لما تحطها في التايم لاين بتاعك تعمل نقفل ده بس التايم لاين اللي هو هيبقى اسم الكمبوزيشن اللي احنا عملنا تفتكروا لما عملنا نيو كومبوزيشن تعمل مثلا نيو كومبوزيشن هنا لما كتبنا الاسم هنا مصطفى مثلا مثلا خليه هنا مكرم لو حبيت اقفل ده بقفله بالشكل ده حبيت ان انا ارجع له تاني دبل كليك على الكمبوزيشن هيبدأ ان هو يرجع لتاني طب لو انا حبيت احذف هنا الكمبوزيشن فابتا ان انا امسكه واحذفه هنا على شكل الريسايكل او بعمل delete من الكيبورد عادي جدا جميل جميل لحد كده تعالوا بقى ايه بمسك الفيديو بتاعي وببدأ ان انا اسحبه هنا على ال timeline هنا بقى بدأ الشغل بتاعي طيب في نقطة احنا قلناها وهي ان الكمبوزيشن عندي او مساحة المشروع 30 ثانية يعني لو الفيديو ده مثلا مدته دقيقة مش هيظهر منه بس غير 30 ثانية اللي انا برضو حددتها وانا بعمل new composition هنا في ال diuration فبقدر ان انا ازود المساحة دي او عادي جدا تروح هنا على composition تقوله composition setting وبتبدأ مسلا انك تخلي دي مسلا نخليها خليها مسلا دقيقة هنا وقوله اوكي فعلى طول بدأ ان هو يزود معايا بالشكل ده دي مدة الفيديو بتاعتي وبعد كده خلاص كل ده اسود مش موجود فبقدر ان انا اتحرك على timeline عن طريق playhead اللي انتو شايفينه ده او عن طريق ان انا بضغط مصطرة من الكيبورد بيبدأ ان الفيديو يشتغل بالشكل ده جميل لحد كده جميل طب لو انا بقى عايز اعمل العكس انا دلوقتي عندي الفيديو هنا عايزه يوصل لحد الحجم ده او يبقى طول الفيديو مثلا لحد 45 ثانية هنا وبس خلاص انا عايز ده طول composition بتاعي بروح شايفين العلامة الزرق دي ببدأ ان انا احركها كده دي اسمها الwork area او دي منطقة العمل بتاعتي لما بعمل click يمين هنا واقول له trim to work area ده بيقصلي اللي انا حطه بين العلامتين اللي هي الان والاوة دول بيخلهولي هما دول بس مساحة العمل اللي انا بشتغل عليها واي حاجة بورا كده بيبدأ ان هو يحزفها لي من ال timeline عندي دلوقتي احنا بنتعامل مع ال after effects ده برنامج بيتعامل مع layers او بيتعامل مع الطبقات يعني دلوقتي لو انا روحت جبت فيديو تاني بالشكل ده وبدأت ان انا احطه هنا فبيبدأ ان هو ينزل في layer جديدة فوقها معنى كده ان انا مش هشوف يعني مثلا لو حركت كده ده لو انا شلت ال i هنا ببدأ ان انا اشوف الفيديو اللي تحته فمعنى كده انك تاخد بالك لما تيجي تحط layer فوق layer ان layer اللي فوق هضغطي layer اللي تحتها مثلا لو انا حبيتنا اقص مثلا اخلي ده لحد هنا كده بالشكل ده فعلى طول ده هيشتغل بعد كده هيكمل على layer اللي بعده فدلوقتي انا بتعامل مع الطبقات مش اتراكات زي برنامج المونتاج او زي برنامج Adobe Premiere فتخلوا بالكم من النقطة ومش هطول بقى الفيديو اكتر من كده هستنوني الفيديو الجاية ان شاء الله سبحانه الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشتركوا في القناة